يعني برضو عايزة اخد من حضرتك كده يعني وفرصة وجودك معينا نعمل رشدة انا انا شخصيا عايزة رشدة واعتقد ان اي حد بيسمعنا عايز رشدة ففوصة ودكسور جمال معينا يقول لنا رشدة يومية للحفاظ على اللي هو صحة القلب بقى اللي هو صحة يا بص حضرتك هي الرشدة دي للعيان لا انا مش عايزك يا حبيبي تبع عيان انا عايزك تبع صحيح فانا هديك يعني مثلا ايه وصية وقوية او وصية وقوية حماية هما في المسأل بيقولك الوقاية خير من العلاج بقولوا لا يا حبيبي ده مسأل من الصح الوقاية تغني عن العلاج اوه احنا لو فيه مرض لو فيه وقاية مش هيبه فيه مرض هي تغني عن العلاج لو احنا هنمشي كل يوم شوية 45 ديئة دي وقاية من امراض القلب 45؟ انا اسمع 25 على الال ل45 خمسة ايام في الاسفو اوكي والذاتي بقى ماشي بتركيز ماشي 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 او ولو في الوقت طلقي بخير وبركة ما فيش مع انتش عضو في نادي مع اندكش ترك امشي حتى في البلكونة في بيتك يعني لو انت يعني او في الشوارع وفضية بالليل بس ما تمشيش في وقت الزروة ما تنزلش في الشمس تجي لك ضربة شمس تقوله الدكتور جمال اقل تمشي لا تمشي في وقت يكون الجو فيه موتدر دي اول حاجة تاني حاجة انا اهتم بواقبة الافطار جدا لان الناس بتهمل في واقبة الافطار ولجالة جديدة لفيلو الساندويتشات ياخدها في المدارس بيرميها في الباسكت لا عاوديه يفطر قبل ما ينزل كويس لون الافطار ده بيحمي من امراض القلب طب عايزة اسأل سؤال في حتة الافطار لان الناس بتتبع نظام الضايت اللي هو ثيام المتقطع ماشي الفطاري متأخر الفطاري بقى متأخر عادي بس تفطاري بضاية تفطاري مثلا دبادي سلطة شاي شاي حلو للقلب بلاهوة حلوة للقلب بس تبقى بدون سكر نقلل من الملح بقدر الامكان أشرب كم فنجان شاي وكم فنجان أهوة بغاية تلاتة تلاتة أهوة تلاتة شاي ولا هما الاتنين مع بعض يعني تلاتة شاي تلاتة أهوة بس هو هتبقى كتير لانه ممكن تعمل أرق يعني بعد ساعة ستة ما تشربش بقى ما تشربش شاي ولا أهوة وخلي العشن بتاعك بدلي ستة تمانية بالكتير ما ينفعش العشن اللي هو نص الليل ده ووجبة كاملة ونام بعدها بساعة واصحب نفسي مخنوق وعندي مشكلة في القلب فلازم يبقى الفطار اللي عايز تأخره ماشي يبقى العشن بدري كل كل الإفطار اقسم نصف غدائك مع من تحب ما تاكلش الغداء بتاع كل يعني لو عجبة تيجي سمع كن نصه العشن بقى بصيل عدوك لو واحد بتكره تديره يتعش هتضره فالعشن يريد من الغي او ناكله بدري ولو هناكل يبقى حاجة وسيطة بقى مزايا زبادي طمط مايا خيارايا حاجات خفيفة كده كده هتبقى نمط حياة كويس في بقى لا تدخن ولا تجالس مدخنا واحد يقول لك انا عمري ما بدخن لكن المكتب كله مدخن انت مدخن زي يوم يا حبيبي تدخين السلبي دلوقتي بيسموه second hand smoker التدخين بيد الاخر هو بيدخن لك فده حقيقي يوزي القلب والرأتين ويعمل سرطانات فاقبعد عن المدخنين السباة الانفعالة بقى والحالة النفسية ما تزعلوش لكن هنقول ما نزعلش ازاي لا يعني نعتدل في المشاعر في قادي يقول لي طب الفرح الزيادة مش بيعمل اه happy heart syndrome الفرح العارم الفرح العارم لا في ناس بقى في مطشط الكورة تبس لي مجنون كورة اه مدينة عصبية اه يفرح يجي له يعني انا فاكر وقالي براشا الله يرحمه وكلمني مرة عمل مدخلة كان حد من اهلنا في الصعيد فرح بالجوم بتاع القضية ممكن اله بتاع القفشة في المطشف بتاع المهم ده مات يعني جاله اه والله يتوقف قلبه وبقيت زعلان قوي فساعات الفرح العارم يموت برضه زي الزعل العارم نعتدل في المشاعر نحاول ان نبقى كده يعني امة وسطة لكي لا تفرحوا لا تأسوا لا تفرح ان الله يعني المبالغة في الفرح المبالغة في الزعل المبالغة في الخوف والانفعالات دي كل دي ممكن تأثر على العلب